إزاي الأستاذ ربيع عبدالوهاب اترشح لهذه المسابقة؟ الترشيح بيكون من خلال وزارة التربية والتعليم اللي بتتيح للمعلمين إنها يقدموا من خلال الجائزة عبر موقع الجائزة فبنقدم الطلب بتاعنا على الموقع بتاع جائزة محمد بن زايد بيتم قبوله ورفع مجموعة بقى من الشواهد والمعايير اللي من خلالها بيتم تقييم المعلمين على الأشياء دي السؤال بقى إيه دور الأستاذ ربيع في هذه المبادرة رواد التحدي؟ نحن مبادرتنا اسمها رواد التحدي وهي نشر فكر وثقافة ريادة الأعمال بين الطلاب ذوي الهمم طبعا دي من ضمن معايير الترشح أو التأهل للمرحلة التانية من مراحل الجائزة لأن احنا أهلنا ثلاث معلمين من مصر وبنها في الستة وعشرين معلم من كل دول العالم المشاركين معنا الجائزة من ضمن المعايير أن المعلم يقدم فكرة مبتقرة فكرة ريادية ويبدأ ينفذها على أرض الواقع بننافس بالفكرة دي كل الزملاء المشاركين معا من كل الدول ففكرتنا جات إن احنا نجمع بين رواد الأعمال وبين ذوي الهمم ونرجع ننزل بها لسن طلبة المدارس فبدأنا إن احنا ننفذ الفكرة ونطرحها ليه التنفيذ من خلال مدارس النور للمكفوفين ومدارس التربية الفكرية ومدارس الصم من خلال مجموعة من الأليات ومن خلال مجموعة من الأهداف اللي احنا حطناه